بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في درس من دروس التربية البدنية للصف الأول ابتدائي معي أنا الأستاذ رعد فايز الأسمري كالعادة نذكركم قبل بداية كل حصة أو مهارة نذكركم بمتطلبات النشاط الرياضي أولاً الراحة الكافية والمقصود بها النوم ما بين 9 إلى 11 ساعة التغذية السليمة والصحية خاصة المنزلية وتهيئة المكان المناسب لممارسة النشاط الرياضي بعيد عن الأدوات مكان يكون مكيف نسبة برودته مأتدلة أن تكون الملابس مناسبة وبالشكل الخاص رياضية وتعويض السوائل للجسم لزيادة أو رفع درجة حرارة الجسم وتعويض الجسم بالسوائل في التمرين الرياضي الآن ندخل في تمارين الإحماء نبغل الجميع يستعد تبعد عنك أي شيء يضايك ترجع وراء الجهاز أو الشاشة التي تشاهد منها الدرس والآن قبل ما نبدأ نركز بس في فوائد النشاط الرياضي على السريع تحسين اللياقة وتحسين الصحة العقلية والمزاجية المحافظة على الوزن الصحي المناسب والوقاية من الأمراض كالسمنة والسكري والقدرة على ممارسة جميع الأنشطة العامة والرياضية بشكل خاص ندخل يا شباب على تمارين الإحماء كما تعودنا الأول تمارين الجري في المكان بسم الله مع بعض نبدأ يا شباب الجميع يستعد يبتدي واحد اثنين ثلاث أربع على نفس الإيقاع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست أبطال سبع ثمن تسع آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر امتازين يا شباب نبدأ نسخن وندخل على التمرين اللي بعده نشاهد الذراعين ممدودة على الجانب وحركة القدمين للداخل كما هو موجود أمامكم بهذه الطريقة الذراعين ممدودة وحركة القدمين إلى الداخل واحد اثنين ثلاث بكذا يا شباب قاعدين ناخذ المدى الحركي لعضلة الحوض وعملية التوازن مهمة جدا جدا في هذا التمرين الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد ابطال اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع آخر تكرار واحد ممتازين اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ماشي في المكان ماشي في المكان للتهدئة حلو يا شباب التنويع في التمرين نحاول نقدر نشغل أجزاء من العضلات المختلفة جزء سفلي علوي الوسط طبعا زي ما قلنا لازم التمرين هذه تشوفونها وتطبقونها في البيت للاستفادة بشكل كبير جدا جدا نشاهد التمرين التالي يدك على الوسط لليمين لليسار تمرين بسيط يحرك عضلات الذراعين والجذع الجميع يستعد بتكرار ثلاثين ابتدي واحد اثنين ثلاث النظر على الجانب أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد ممتازين اثنين ثلاث اربع اليدين ممدودة خمس ست سبع ثمن تسع يلا يا ابطال واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر يعطيكم العافية شاهد التمرين الثالث والأخير من عمليات الإحماء القدمين متساوية خطوة للخلف مع رفع اليدين والذراعين ممدودة بهذا الشكل خطوة للخلف يمين خطوة للخلف يسار مع رفع اليدين الجميع يستعد تمرين ممتع يرتكز او بشكل صحيح على التوافق العضلي العصبي الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر دائما نركز خطوة للخلف واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر كذا انتهينا من عمليات الإحماء الشي اللي يجي بعدها عمليات الإطالة سواء كانت الحركية أم الثابتة نشاهد القدمين مضمومة ولمس الأرض من الجهة اليمنى واليسرى بنفس اليدين تمرين بسيط بهذا الشكل تحس بألم بسيط ألم طبيعي ما يوقفك عن التمرين بالعكس هذا يدل انك انت قاعد تسوي التمرين بالشكل الصحيح والعضلة قاعدة تستفيد مية بالمية الجميع يستعد ثلاثين تكرار القدمين مضمومة النزول من جهة اليمين واليسار الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد اثنين اثنين خمس ست سبع ثمن تسع تسع عشر واحد اثنين ثلاث أربع ممتازين ست سبع ثمن تسع عشر شباب في هذا التمرين نحاول نلمس الأرض بالشكل هذا اذا ما قدرت حاول توصل أبعد مسافة تقدر توصل لها سواء الحذاء أو الساق مع الممارسة راح تقدر تلمس الأرض وممكن تلمس الأرض بباطن يديك من زيادة في مرونة في العضلات عشان كذا نركز على الاستمرار والاستمرارية في ممارسة التمارين والنشاطات الرياضية الآن يا شباب نركز معايا تشاهد القدمين بهذا الشكل النزول بشكل كامل لليسار وللأمام واليمين اليدين تكون ممدودة بهذا الشكل واحد اثنين ثلاثة الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر واحد الركبة الركبة ما تنثني يا شباب ممدودة واليدين ممدودة ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع تسع آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع تسع عشر ممتازين يا شباب ممتازين يا أبطال شوي زاد التعب دائما كما تعودنا نتذكر ناخذ نفس شهيق زفير سحب الهوى من الأنف الدفع من الفم مرة ثانية ممتازين يا شباب نستمر ونكمل بعض تمرين الإطالات فتح في القدمين زي ما تشاهدون واحد اثنين مع ميل الجذع يا شباب واحد اثنين لتكرار ثلاثين عدة الجميع يستعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع حاول تميل يمين يسار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع آخر تكرار واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمن تسع عشر ممتازين يا شباب بكذا خلصنا عمليات الإحماء والإطالات الآن الجسم يكون جاهز لإيش لأداء المهارة بالشكل الصحيح قبل ما نبدأ في الدرس لا تنسى تشرب موية عشان تعوض ما فقدته من خلال التعرك هنا يا شباب نشاهد الدرس الماضي من عملية الاتزان المنخفض على القدم والساق والركبة واليدين نتذكر بعض النقاط على السريع قبل ما ندخل على الدرس القادم نشاهد اليدين ممدودة اتجاه الأصابع للأمام دائما نركز على النظر للأمام والركبة راجع للخلف قليلا دائما ووجه الأرض أو وجه القدم ممدود على الأرض والأصابع باتجاه الخلف وذكرنا في السؤال الحلقة الماضية أن القدم الممدودة تكون بارتفاع على مستوى أو أعلى من مستوى الجسم قليلا في النقاط الذي يجب أن نراعيها في أداء المهارة دائما توجيه النظر إلى الأمام زي ما قلنا وأعلى مع ثني الرقبة للخلف قليلا تكون القدم الارتكاز ملامسة للأرض زي ما نشاهد هذه هي قدم الارتكاز وأصابع القدمين متجهة للخلف زي ما نشاهد يا شباب هنا في النموذج الجميل وضع الكفان على الأرض باتساع الصدر ركزنا دائما أن اليدين تكون باتساع الصدر ما تكون أوسع أو أضيق إشارة أصابع الكفين دائما إلى الأمام وتكون الذراعان ممدودتين بشكل كامل بكذا يا شباب أخذنا تذكير لمهارة الاتزان المنخفض على القدم والساق والركبة والآن معنا درسنا اليوم مهارتنا الجديدة التي سنستمتع في أداءها ممتعة جدا وهي دحرجة الكرة بيد واحدة من الثبات في جميع الاتجاهات دحرجة الكرة بيد واحدة من الثبات وفي جميع الاتجاهات نذكر لكم بعض النقاط الذي يجب أن تكون في هذه المهارة نركز على أن تتم مرجحة الكرة بيد واحدة عن طريق إعطاء دفعة من الذراع إلى الأمام نتكد يا شباب أن الذراع الممرجحة للكرة لازم ترجع للخلف ودفع تعطيها إلى الأمام طبعا أنا قاعد أوضح لكم المثال الآن من الوقوف بعد شوي راح أوضح لكم المهارة بشكل كامل يكون الكف مفتوح وخلف الكرة مباشرة زي ما قلنا يا شباب لازم تكون الكرة أو الكف مفتوحة خلف الكرة بهذا الشكل مهارتنا بدحرس الكرة باليد الواحدة تختلف عن مهارة الكرة بدحرس الكرة باليدين يكون ارتكاز الجسم على القدم المعاكسة لليد المدحرجة للكرة وتكون متقدمة للأمام ما معنى هذا الكلام هذا اليد الذي تدحرج الكرة طردنا اليد اليمين الرجل المعاكسة تكون القدم اليسار وعملية الدحرجة بهذا الشكل نكمل النقطة ويكون الجذع مثني إلى الأمام يعني ما يكون فيك تصلب في المهارة بهذا الشكل لا الجذع يكون مثني للأمام وتكون برضو الركبتان مثنيتان قليلا بهذا الشكل الرجل المعاكسة للأمام الجذع منحني وعملية تبادل أو دحرجة الكرة بهذا الشكل تتم مرجحة ذراع اليد المدحرجة للخلف يقصد بهذا الشكل يا شباب ما أعمل دحرجة كذا دحرجة للخلف ليش لتعطيك قوة وتركيز في اتجاه الكرة في أي مكان تبغى تحطها فيها ويتم تغيير اتجاه الكرة عن طريق تغيير توجيه الذراع المدحرجة للكرة سواء دحرج للأمام أم أم للجانب أنت تتحكم بهذه اليد المدحرجة للكرة سواء كانت باليمين تكون الرجل المعاكسة لليسار أو اليد اليسار والقدم اليمنى بهذا الشكل كذا يا شباب شفنا أو عرفنا بعض النقاط التي تساعدنا في دحرجة أو مهارة دحرس الكرة بيد واحدة هنا نشاهد نموذج للمهارة من الأمام نركز على أن القدم المعاكسة هي اليسار واليد المدحرجة هي اليمين دائما الارتكاز على القدم اليسار نشاهد ثني في الركبتين وثني في الجذع بهذا الشكل أوضح كذا أوضح يا شباب نشاهد فيه ثني في الركبة ومرجحة الكرة من خلف بهذا الشكل من الخلف إلى الأمام هذه بعض النماذج اللي تعلمنا وتوضح لنا بداية المهارة ونهاية تطبيق أداء المهارة طبعا مهارة بسيطة جدا جدا ركزنا على أن الكف تكون خلف الكرة والأصابع مفتوحة دائما الجذع الجذع مثنية إلى الأمام الركبتين مثنية برضو القدم اليسرى ترتكز على الأرض ومرجحة الكرة للخلف ثم للأمام نشاهد نموذج أخير بعد أحرج الكرة للأمام ركزوا معاي طبعا دهرس الكرة لازم تكون ملامسة للأرض ما تكون للأعلى كرميها نشاهد الآن رجل المعاكس اللي يسار ثاني الركبتين ثاني الجذع ومرجحة الذراع واحد على طول للأمام بكذا أنهينا مهارتنا يا شباب مهارة ممتعة جدا جميلة سهلة نذكركم ببعض المتطلبات اللي هي الراحة والنوم المبكر وتهيئة المكان المناسب ارتداء الملابس الرياضية المناسبة والتغذية الجيدة وشرب المياه قبل وبعد وأثناء ممارسة النشاط الرياضي أشكركم على حسن استماعكم أتمنى أنكم استفدتم من المهارة جيدا وأتمنى أنكم استفدتم من التمارين اللي أخذناها شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة